وماسي محنك ان من ساعة مجيه وزير خارجية الخارجية المصرية بتطلع بيانات شديدة الخوة في الصياغة وفي المعنى وفي الرد المباشر الحقيقة وربما وربما بشكل مقصود طبعا كل ده مقصود ومدروس بلهجات ومصطلحات تتجاوز كل المصطلحات الدبلوماسية التقليدية القديمة اللي احنا سمعناها فالنهاردة الدكتور بدر عباطي ردا على سؤال حول وجود توطر في العلاقات المصرية الاسرائيلية وحديث نتنياه عن تهريب الاسلحة ورد مصر على ذلك قال الوزير المصري موقف مصر واضح وتم التعبير عنه من خلال بيان صدر من وزارة الخارجية ونحن نرفض بشكل كامل مستدلك التصريحات والاكاذيب والكل يعلم وهم يعلمون والمجتمع الدولي يعلم الجهد الكبير الذي قامت به مصر لمحاربة الإرهاب على مدى عشر سنوات وقال الوزير بدر عباطي الهدف من بس هذه الأكاذيب هو تشتيت الانتباع عن ما يحدث من قتل وجراء من المدنين في غزة والآن في الضفة أيضا وقبلها الأدس ويكسرون من الأكاذيب لتشتيت الانتباع عن الهدف الأهم وهو الوصول إلى صفقة للتوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق صراحة الرهائن وإدخال المساعدات ونحن يعني مصر لا نلتفت لهذه الأكاذيب ونرفضها بشدة دكتور بدر عباطي وزير خارجية قال أنه كلما مقترب من الوصول إلى اتفاق تظهر أكاذيب جديدة لا علاقة لها بالواقع وهم يعلمون ذلك قال إسرائيل تواصل بس تصرحات استفزيرية تستهدف المزيد من التصعيد لصرف الانتباع عن محاولات وضع حد الحمامات الدم ضد الفلسطينيين وعن سؤال وزير الخارجية الدماركي حول تهريب مصر السلاح أشار إلا أن كل ما يقال في هذا الإطار كلام غير منطقي وهم يعرفون مصادر الأسلحة من الطرف الآخر ولدينا معلومات كاملة عن مصادر التهريب ولا نريد الحديث عنها ده وزير خارجية الدماركي كلنا والعالم كله عارف منين الأسلحة الأسلحة بتيجي بتتباع من الجيش الإسرائيلي من الخواني في الجيش الإسرائيلي بتتصنع جوه ثم إننا يعني أمريكا وبريطانيا فرنسا وألمانيا وكل دول العالم بتجيب أحدث الترسان الأسلحة لإسرائيل لما يتهرب لها من جوه إسرائيل يعني وإسرائيل نزل دعك بالطيران بتضرب أفراد بالطيران يبقى إذن كل من يمد إسرائيل بأسلحة هو مجرم حرب مشترك معاه في حرب الإبادة لا أستثني أحد والحقيقة قال يعني دكتور بنا ربعاتي لا أحد يزايد على مصر في موضوع منع التهريب ومكافحة الإرهاب مصر لديها موقف واضح وكل الأكاذيب لا علاقة لا بالواقع وعليكم كإعلامين ألا ترددوا هذه الأكاذيب وأن يتم نقل الواقع والحقيقة سنستمر في بس بكل الجهد الممكن لقيادة العملية التفاوضية ولا نيأس أو نتوقف حتى يتم وقف إطلاق النار وقال مصر استثمرت مبالغ ضخمة جدا لإقامة سياج أمني لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة منذ الاحتلال مصر دمرت عدة ألف من الأنفاق وهناك خلل قائم في تشغيل معبة رفح من الجانب الفلسطين نتيجة الاحتلال الإسرائيل تصرحات قوية ومهمة جدا جدا وردا على تلك التغمى الحاكمة في تل أبيب التي تخيلت في لحظة من اللحظات أنها